الباب الثالث التاركة الاستعمارية الفصل التاسع لماذا لا تستطيع الامم اطعام نفسها للاجابة على سؤال لماذا الجوع من غير المجد مجرد وصف الظروف في بلد متخلف اليوم فهذه الظروف سواء اكانت درجة سوء التغذية او مستويات الانتاج الزراعي او حتى السمات الايكونوجية ليست حقائق ثابتة وليست معطيات بل هي بالاحرى نتائج عملية تاريخية ومستمرة وبينما كنا ننقب عميقا في تلك العملية التاريخية اعدادا لهذا الكتاب بدأنا نكتشف وجود آليات تخلق الندرة لم يكن لدينا حدث بوجودها الا بصورة غامضة من قبل وقد شعرنا بارتياح عظيم للنتائج التي وصلنا اليها الغوص في الماضي لاننا ادركنا انه الطريق الوحيد للاقتراب من حل للجوع اليوم فقد توصلنا الى رؤية ان القوة التي تولد وضعا معينا لا الوضع نفسه هي التي يجب ان تكون هدف التغيير لو لم يكن الامر كذلك لكان من الجائز ان تغير ذلك الوضع اليوم لنجد انه قد عاد الى ما كان عليه غدا وبعنف ان نطرح السؤال لماذا لا يستطيع الناس اطعام انفسهم يحمل نوعا من الحيرة من وجود اناس عديدين في العالم لا يستطيعون اطعام انفسهم بطريقة مناسبة الا ان ما ادهشنا هو عدم وجود جوعا اكثر في العالم اذا وضعنا في اعتبارنا ان هناك قلة ظلت تعمل على مذاقرون للقضاء على قدرة الغالبية على اطعام انفسها لا لسنا نصرخ قائلين مؤامرة فلو كانت هذه القوة اامورية تماما لكان من الاسهل كشفها وكان كثيرون قد هبوا فعلا لمقاومتها اننا نتحدث عن شيء اشد تعقيدا وخبثا عن تراث من النظام الاستعماري سعى في ظله من يتمتعون بميزة سلطة ملحوظة لتحقيق مصلحتهم الخاصة معتقدين بغرور دائما انهم يعملون لصالح الناس الذين يدمرون حياتهم العقلية الاستعمارية كان المستعمر ينظر الى الزراعة في البلدان الخاضعة باعتبارها بدائية ومتخلفة لكن هذه النظرة تتناقض بحدة مع وثائق من الفترة الاستعمارية بدأت تظهر في النور الآن فعلى سبيل المثال كتب الاستاذ جورج فولكر وهو عالم زراعي عين في الهند خلال تسعينات القرن الماضي يقول لن يجد المرء في اي مكان امثلة افضل على ابقاء الارض نظيفة من الاعشاب بعناية وعلى البراعة في تصميم معدات رفع المياه وعلى المعرفة بانواع التربة وبإمكانياتها وكذلك بالوقت المضبوط للبدر والحصد كما يجد المرء في الزراعة الهندية انتهى كذلك فان من المذهش كثرة المعرفة بالدورة الزراعية ونظام المحاصيل المختلطة واراحة الارض انا على الاقل لم ارى ابدا صورة اكمل للزراعة ورغم ذلك فان اعتبار زراعة المهزوم بدائية ومتأخرة كان يدعم مبرر المستعمر في تدميرها فبالنسبة لمستعمر افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية اصبحت الزراعة مجرد وسيلة لاستخلاص الثروة مثل الذهب من منجم لصالح القوة الاستعمارية ولم تعد الزراعة تعتبر مصدر غداء للسكان المحليين ولا حتى قوام حياتهم وفي الحقيقة اثبت الاقتصادي البريطاني جون ستيوارت ميل ان المستعمرات لا يجب النظر اليها على انها حضارات او دول على الاطلاق بل على انها مؤسسات زراعية هدفها الوحيد هو امداد المجتمع الاكبر الذي تنتمي اليه كانت زراعة المجتمع المستعمر مجرد فرع من النظام الزراعي للدولة المركز وكما اقر ميل فان مستعمراتنا في الهند الغربية مثلا لا يمكن اعتبارها دولا فالهند الغربية هي المكان الذي فيه تجد انجلترا ان من المناسب القيام بانتاج السكر والبل وبعض السلع الاستوائي الاخرى قبل التدخل الاوروبي مارس الافريقيون زراعة متنوعة تضمنت ادخال نباتات غدائية جديدة من اصل اسيوي وامريكي لكن الحكم الاستعماري اختزل هذا الانتاج المتنوع الى المحاصيل النقدية الواحدة وعادة باستبعاد الاغذية الرئيسية وخلال العملية حصد ثمار المجاع فاجبرت غانا الاستوائية التي اشتهرت ذات حين باليام وغيره من المواد الغدائية على التركيز على الكاكاو فقط هكذا اصبح معظم ساحل الذهب معتمدا على الكاكاو وحولت ليبيريا الى مجرد مزرعة تابعة لشركة الاطارات والمطاط فايرستون وتم التخلي عن كل انتاج الغداء في داهومي وجنوب غرب نيجيريا من اجل زيت النخيل واجبرت تنجانيقة تنزانيا الان على التركيز على السيزال واوغاندا على القطن ونفس الشيء حدث في الهند الصينية ففي زمن الحرب الاهلية الامريكية تقريبا قرر الفرنسيون ان ديلتا الميكونج بفيتنام مكان مثالي لانتاج الارز للتصدير ومن خلال نظام انتاج يقوم على اساس افراء كبار ملاك الارض اصبحت فيتنام ثالث اكبر مصدر للارز في العالم في الثلاثينات الا ان كثيرين من الفيتناميين المعدمين صاروا جوعا ولم تدعم برامج الاشغال العام الاستعمارية سوى انتاج محاصيل التصدير فقد ساعدت اعمال الري البريطانية المقاومة في الهند في القرن التاسع عشر على زيادة الانتاج فعلا لكن التوسع كان من نصيب محاصيل التصدير الربيعية على حساب الشوفان والبقول التي تزرع في الخريف باعتبارها المحاصيل الغدائية المحلية الرئيسية ولان من يعيشون على الارض لا يتصرفون بسهولة ضد نزعتهم الطبيعية والتكيفية في زرع الغداء لانفسهم كان على القوى الاستعمارية انفرض انتاج المحاصيل النقدية وكانت الاستراتيجية الاولى هي استخدام القوة المادية او الاقتصادية لاجبار السكان المحليين على زرع محاصيل التصدير بدل الغداء على اراضيهم ثم تسليمها الى المستعمر للتصدير عموما وكانت الاستراتيجية الثانية هي الاستيلاء المباشر على الارض بالمزارع الكبيرة التي تزرع المحاصيل للتصدير انتاج الفلاحين بالصخرة كما يقص والتير رودني في كتابه كيف تسببت اوروبا في تخلف افريقيا كانت المحاصيل النقدية تزرع عادة تحت تهديد البنادق والصياط حرفيا وقد علق احد زوار الساحل عام 1928 قائلا القطن محصول مصطنع وقيمته ليست واضحة تماما للسكان وقد لاحظ بمكر الحماس القصري الذي القى به السكان انفسهم في زراعة القطن وكانت زراعة القطن القصرية عامل السياء اساسي ادى الى حروب الماجي ماجي في تنجانيقة وراء الثورة الوطنية في انجولا في عام 1960 ورغم استخدام القوة الغاشمة كانت الضرائب هي الوسيلة الاستعمارية المفضلة لاجبار الافريقيين على زراعة محاصيل التصدير فقد قامت الادارة الاستعمارية ببساطة بجباية الضرائب على الماشية والارض والبيوت وحتى على البشر انفسهم وحيث كان يجب دفع الضرائب بعملة المستعمر كان على الفلاحين اما ان يزرعوا المحاصيل للبيع او ان يعملوا في المزارع الكبيرة او في مناجم الاوروبيين كان فرض الضرائب اداة فعالة في حفظ المحاصيل النقدية كما كان مصدرا للعائد الذي كانت تحتاجه البيروقراطية الاستعمارية لفرض النظام ولزيادة انتاجهم من محاصيل تصدير حتى يدفع الضرائب المتزايدة كان المنتجون مجبرين على اهمال زراعة المحاصيل الغدائية وظهرت مجالس التسويق في افريقيا في الثلاثينات كوسيلة اخرى للحصول على ارباح انتاج المحاصيل النقدية من قبل المنتجين المحليين الى ايد الحكومة الاستعمارية والشركات الدولية وكانت مشتريات مجالس التسويق ادنى بكثير من اسعار السوق العالمية وكان الفول السوداني الذي تشتريه المجالس من الزراع يباع في بريطانيا باكثر من سبعة اضعاف ما حصل عليه الفلاحون وقد ونذت فكرة مجلس التسويق مع منع الكاكاو من ساحل الذهب عام 1937 فقد رفض صغار زراع الكاكاو البيع لشركات الكاكاو الضخمة مثل افريكا كومباني احد فروع الشركة الانجلو هولندية يونيليفر وكاربوري حتى يحصلوا على ثمن اعلى وحين تدخلت الحكومة البريطانية ووافقت على شراء الكاكاو مباشرة بدل الشركات التجارية الضخمة لا بد اما صغار الملاك ظنوا انهم حققوا على الاقل انتصارا صغيرا وفي العام التالي شكل البريطانيون رسميا مجلس صنظيم كاكاو غرب اساسي وكان الغرض منه نظريا هو دفع سعر مناسب للفلاحين مقابل محاصيلهم اما من الوجهة العملية فكان المجلس بوصفه المشتري الوحيد يستطيع ابقاء الاسعار المدفوعة للفلاحين منخفضة بينما ترتفع الاسعار العالمية ويلخص رودني الانتصار الحقيقي يقول لم يذهب اي ربح الى الادارة بل القى الحكومة البريطانية والشركات الخاصة فقد منحت الشركات الكبرى مثل يونيتد افريكا كومباني وجون هولت حصصا تحققها لصالح المجالس وبوصفها وكلاء للحكومة لم تعد معرضة للهجوم المباشر وارباحها مضمونة انتهى لقد كانت مجالس التسويق هذه التي شكلت لمعظم محاصيل التصدير تحت سيطرة الشركات فعليا فلم يكن رئيس مجلس الكاكاو سوى جون كاربوري من شركة اخوان كاربوري التي كانت جزءا من مجموعة شراء تستغل زراع الكاكاو وغرب افريقيا ووجهت مجالس التسويق جزءا من الارباح من استغلال المنتجين الفلاحين الى الخزانة الملكية بطريقة غير مباشرة فبينما كان مجلس الكاكاو يبيع لوزارة الغداء البريطانية باسعار منخفضة كانت الوزارة ترفع اسعار المصنعين البريطانيين وبذلك تجني ربحا صافيا بلغ 11 مليون جنيه في بعض الاعوام وهكذا فان كل ما فعلته مجالس التسويق هذه هو انها اضفت صبغة مؤسسية على ما يمثل جوهر الاستعمار اعني استخلاص الثروة من اصحابها وبينما ظلت الارباح تتدفق على المصالح الاجنبية ومجموعات النخبة المحلية ظلت الاسعار التي يتلقاها من يزرعون السلع فعلا منخفضة المزارع الضخمة الموقف الثاني كان الانتزاع المباشر للارض سواء من جانب الحكومة المستعمرة او المصالح الاجنبية الخاصة واضطر الزراع الذين كانوا يطعمون انفسهم من قبل الى زراعة حقول المزارع الضخمة اما من خلال السخرة او القصر الاقتصادي فبعد غزو مملكة الكانديان سيري لانكا اليوم عام 1815 صنف البريطانيون كل الجزء المركزي الشاسع من الجزيرة باعتباره ارض التاج وحين تقرر ان البن وهو محصول تصدير مربح يمكن زراعته هناك بيعت اراضي الكانديان للمستثمرين والزراع البريطانيين بسعر خمسة شلينات فقط للفدان وتحملت الحكومة حتى نفقات المساحة واقامة الطرق وجواهي الاخرى مثال بارز على استيلاء حكومة استعمارية على الاراضي ثم وضعها في ايد الافراد الاجانب ففي عام 1870 اعلن الهولنديون ان كل الاراضي غير المذروعة المسمات اراضي قفر مملوكة للدولة لتأجيرها لشركات المزارع الهولندية وعلاوة على ذلك رخص قانون الارض الزراعي لعام 1870 للشركات الاجنبية باستئجار الاراضي المملوكة للقرى وكان الفلاحون في احتياجهم المزمن للنقد لدفع الضرائب وتحت اغراء السلع الاستهلاكية الاجنبية بالغي الترحيب بتأجير ارضهم للشركات الاجنبية مقابل مبالغ بالغة التواضع وتحت شروط تمليها الشركات وحيث كانت الاراضي لا تزال مملوكة جماعيا كان يجري اغراء زعيم القرية بعمولات نقدية عالية تقدمها شركات المزارع وكان هو يؤجر اراضي القرية ارخص مما يمكن ان يفعل المزارع الفرد او يبيع القرية باكملها الى الشركة كما حدث في حالات عديدة كان ادخال نظام المزارع الضخمة يعني الطلاق بين الزراعة والتغذية ادعى مفهوم القيمة الغدائية امام القوة المتزايدة للقيمة التسويقية في التجارة الدولية واختيرت محاصيل مثل السكر والتبغي والبن ليست على اساس اطعامها للبشر بل من اجل قيمة اثمانها العالية بالنسبة لوزنها وحجمها بحيث يمكن الاحتفاظ بهوامش الربح حتى بعد نفقات شحنها لاوروبا قمع زراعة الفلاحين لم يكن ركود وبؤس قطاع انتاج الغداء الفلاحي نتيجة غير مقصودة للتركيز المبالغ فيه على انتاج التصدير فقد كانت المزارع الضخمة مثل الجمعيات الزراعية الصناعية الحديثة بحاجة الى رصيد واسع وجاهز من العمال الزراعيين المنخفضي الأجور وهكذا وضعت الادارات الاستعمارية مجموعة من التكتيكات كلها تستهدف اقتطاع زراعة التغذية الذاتية وبذلك تجعل السكان الريثيين معتمدين على أجور المزارع الضخمة وبصورة منهجية ثم حجم الخدمات الحكومية حتى أبسط أشكال البنية التحتية توفير الماء والطرق والبذور والقرود ومعلومات السيطرة على الآثات والأمراض إلى آخره واغتصبت المزارع الضخمة أغلب الأراضي الجيدة جاعلة بذلك الكثير من السكان الريفيين إما معدمين أو محصورين في أراضي هامشية وفي بعض الحالات قد تمضي الإدارة الاستعمارية إلى مدى أبعد من ذلك لكي تضمن لنفسها رصيدا من قوة العمل ففي 12 دولة على الأقل في الأجزاء الشرقية والجنوبية في أفريقيا كان استغلال الثروة المعدنية الذهب والماس والنحاس وإقامة مزارع المحاصيل النقدية يتطلب رصيدا مستمرا من قوة العمل الرخيصة ولضمان هذا الرصيد من قوة العمل قامت الإدارات الاستعمارية ببساطة بنزع ملكية أراضي التجمعات الأفريقية بالعنف واقتادت الناس إلى معازل صغيرة وبدون أرض تلائم أساليبهم التقليدية في القطع والحرق وكذلك دون إمكانية للحصول على الوسائل والأدوات والماء والسماد لجعل الزراعة المتصلة لمثل هذه المساحات المحدودة ممكنة لم يستطع السقال الأصليون مواجهة احتياجاتهم لتحقيق الكفاف وبالطبع لم يستطيعوا إنتاج فائد للبيع لتغطية الضرائب الاستعمارية وأجبر مئات الآلاف من الأفريقيين على أن يصبحوا مصدر العمالة الرخيصة الذي تحتاجه الشركات الاستعمارية بشدة إذ أن العمل في المزارع الضخمة وفي المناجم هو وحده الذي يتيح لهم أن يأملوا في دفع الضرائب الاستعمارية وكان مخطط الضرائب لإنتاج احتياطات رخيصة من قوة العمل للمزارع والمناجم فعالا بصورة خاصة حين وقع الكساد الكبير وأصيبت اقتصاديات المحاصيل النقدية بالخفاض كبير ففي عام 1929 انهار سوق القطن جاعلا الفلاحين من منتجي القطن من أمثال فلاحي فولتا العليا عاجزين عن دفع ضرائبهم الاستعمارية وهكذا أجبر عدد المتزايد من الشباب بلغ في بعض السنوات تمانون ألفا إلى الهجرة إلى ساحل الذهب ليتنافسوا على الأعمال قليلة الأجر في مزارع الكاكاو وأوضح مثال على الأساليب العديدة للاستعمار في اقتطاع زراعة التغذية الذاتية لتأمين رصيد من قوة العمل الرخيصة هو الطريقة التي استطاع بها ملاك مزارع السكر في غيانة البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر أن يتوافقوا مع الضربة المزدوجة لتحرير العبيد وللانهيار في سوق السكر العالمي فهل يسمح للعبيد السابقين أن يستولوا على أراضي المزارع ويزرع الغداء الذي يحتاجونه؟ كان أصحاب المزارع الذين دمر الكثير منهم انهيار سوق السكر مصممين على أن لا يحدث ذلك ووضعت الحكومة التي يسيطر عليها أصحاب المزارع خططا عديدة لإعاقة الاكتفاء الذاتي الغدائي فقد أبقى سعر أراضي التاج مرتفعا بصورة مصطنعة وحر مشراء الأرض بمساحات أقل من مئة فدان وهما إجراءان يضمنان أن لا تأمل تعاونيات العبيد السابقين الحديثة التشكيل في الحصول على أرض كبيرة كما حرمت الحكومة زراعة نحو أربعمائة ألف فدان على أساس مستندات ملكية غير مؤكدة وبالإضافة إلى ذلك فرغم أن كثيرا من أصحاب المزارع أخرجوا جزءا من أرضهم من إنتاج السكر بسبب السعر العالمي المنخفض فقد امتنعوا عن السماح بأي إنتاج بديل فيها كانوا يخشون أن العبيد السابقين لو بدأوا في زراعة الغداء فسوف يكون من الصعب إعادتهم إلى إنتاج السكر حين تبدأ أسعار السوق العالمية في الانتعاش وعلاوة على ذلك فقد فرضت الحكومة الضرائب على إنتاج الفلاحين ثم استدارت واستخدمت هذه الأموال لدعم هجرة العمال من الهند وماليزيا ليحلوا محل العبيد المحررين وبذلك جعلت إنتاج السكر مربحا لأصحاب المزارع مرة ثانية وأخيرا أغلقت الحكومة البنية التحتية لزراعة الكفاف وحجبت القروض عن صغار الزراع أما أخبط تكتيك لإغراء الفلاحين على عدم إنتاج الغداء وهو التكتيك الذي كانت له أوخم العواقب التاريخية فكان سياسة إبقاء أسعار الغداء المستورد منخفضة من خلال رفع التعريفات والدعم وكانت السياسة ذات حدين أولا كان يجري إخبار الفلاحين أنهم لا يحتاجون إلى زراعة الغداء لأن بإمكانهم دائما أن يشتروه رخيصا بأجورهم من المزارع وثانيا دمرت واردات الغداء الرخيصة سوق الغداء المحلي وبذلك أفقرت منتجي الغداء المحليين كان كل من الحاكم البريطاني لغيانا ووزير المستعمرات الأميرال جري يحبدان ضرائم جمركية منخفضة على الواردات لتقضي على إنتاج الغداء المحلي ومن ثم تحرر قوة العمل للمزارع وفي عام 1951 سارع الحاكم إلى تخفيض الجمارك على الحبوب لكي يحول العمالة إلى ضياع السكر وكما يعلق أدامسون في كتابه سكر بلا عبيد يقول ودون أن يدرك ذلك وضع الحاكم أصبعه على أقصى ملامح الزراعة الأحادية حاجتها المحمومة إلى تدمير أي قطاع من الاقتصاد قد ينافس على عمالتها انتهى وقد نجحت حكومات استعمارية عديدة في تثبيت الاعتماد على المواد الغدائية المستوردة ففي عام 1647 كتب مراقب في الهند الغربية إلى الحاكم وينتروب حاكم ماساشوستيش أن الرجال منكبون على زراعة السكر لدرجة أنهم يفضلون أن يشتروا الغداء بأسعار مرتفعة جداً على أن ينتجوه بعملهم إن ربح أعمال السكر لا متناهم وفي عام 1770 كانت الهند الغربية تستورد معظم صابرات مستعمرات القارة من السمك المجفف والغلال والبقول والخضروات وجعل الاعتماد على الغداء المستورد للهند الغربية عرضة للخطر لدى أي القطاع في الوارد وأنتج هذا الاعتماد على المواد الغدائية المستوردة كارثة حين حصلت مستعمارات القارة الثالث عشر على استقلالها وانقطعت صادرات الغداء من القارة إلى الهند الغربية فبذون نظام غدائي متنوع للجوء إليه مات خمسة عشر ألف عامل في المزارع من المجاعة فيما بين 1780 و 1787 في جامايكا وحدها ويستمر اعتماد الهند الغربية على الغداء المستورد حتى يومنا هذا قمع منافسة الفلاحين تحددنا عن أساليب إجبار السكان الأصليين على زراعة المحاصيل النقدية إلا أن الحكومات الاستعمارية في بعض البلدان ذات المزارع الضخمة وجدت أن من الضروري منع الفلاحين من زراعة المحاصيل النقدية بصورة مستقلة ليس بدافع القلق على رفاهيتهم بل حتى لا ينافس المصالح الاستعمارية التي تزرع نفس المحصول فالفلاحون بفرصة ضئيلة أثبتوا أنهم قادرون على التفوق في الإنتاج على المزارع الضخمة ليس فقط في كمية ناتج لكل وحدة من الأرض بل كذلك وهذا هو الأهم في التكلفة الرأسمالية لكل وحدة منتجة ففي الهند الشرقية الهولندية، إندونيسيا وغينيا الجديدة الهولندية حضرت السياسة الاستعمارية في منتصف القرن التاسع عشر على معامل تكرير السكر شراء قصب السكر من الزراع الأصليين وفرضت ضريبة عنصرية على المطاط الذي ينتجه صغار الملاك المحليين وقد استنتجت دراسة حديثة غير منشورة للأمم المتحدة عن التطور الزراعي في أفريقيا أن العمليات الزراعية الكبيرة الحجم التي تملكها وتديرها المصالح التجارية الأجنبية مثل مزارع المطاط في ليبيريا وضياع السيزال في تنجنيقة وضياع البن في أنجولا صمدت لمنافسة المنتجين المحليين فقط لأن السلطات تساندها بنشاط بقمع التطور الزراعي المحلي وقد خدم قمع التطور الزراعي لسكان الأصليين مصالح القوى الاستعمارية بطريقتين فلم يكتفي بمنع المنافسة المباشرة من جانب المنتجين المحليين الأكثر كفاءة لنفس المحصول بل ضمن كذلك قوة عمل تشغيل في الضياع التي يملكها الأجانب فلم يكن الزراع والمستثمرون الأجانب غافلين عن الفلاحين الذين يمكنهم الصمود اقتصاديا بإنتاجهم سيكونون أقل عرضة للضغط الذي يفرض عليهم أن يبيعوا قوة عملهم بسعر رخيص للضياع الكبيرة إن الإجابة على سؤال لماذا لا تستطيع الأمم إضعام نفسها لابد أن يبدأ بفهم كيف أن الاستعمار قد عامل إيجابيا على الحيلولة دون حدوث هذا بعينه فالاستعمار أجبر الفلاحين على إحلال المحاصيل النقدية محل المحاصيل الغدائية وعندها كانت المحاصيل النقدية تنتزع بأسعار بالغة الإنخفاض استولى على أفضل الأراضي الزراعية لمزارع محاصيل التصدير ثم أجبر قوى العمال على ترك حقول قريتهم للعمل كعبيد أو بأجور ضئيلة جدا في المزارع شجع الاعتماد على الغداء المستورد ومنع إنتاج الفلاحين المحليين من المحاصيل النقدية من التنافس مع المحاصيل النقدية التي ينتجها المستوطنون أو الشركات الأجنبية هذه أمثلة عينية على تنمية التخلف التي كان يجب أن ندركها على هذا النحو حتى عندما نقرأ كتب التاريخ المدرسية لكننا لم نفعل فبطريقة ما يبدو أن كتبنا المدرسية تجعل تسلسل التاريخ يبدو وكأنه يملك منطقه الخاص وكأنه لم يكن من الممكن أن يأخذ شكلا آخر لم يكن من الممكن محو تأثيرات الاستعمار ببساطة بمجرد ظهور إعلان الاستقلال ففرض الاستعمار لزراعة التصدير أعجز التطور اللاحقة بتوجيه هياكل الإنتاج والتجارة المحلية لخدمة مصالح التصدير الضيقة وجرى قطع أو تدمير التجارة الداخلية التي كان يمكن أن تفيد كوسيلة للتطور المستقل وذلك في أعقاب أنظمة المحاصيل النقدية الاستعمارية الشاملة الموجهة لتلبية احتياجات المصالح الأجنبية ودمرت الصناعات المزدهرة التي تخدم الأسواق المحلية وقضى هجوم المنسوجات الرخيصة على مصانع نسيج لانكشاير على غازلي وناسيجي القرى المهرة في الهند وإفريقية وأصبحت بلدان بأسرها مرادفة لاسم مدينة واحدة هي العاصمة أو إذا كانت هذه مدينة داخلية فاسم العاصمة وميناؤها ولم تتطور أبدا الاتصالات والتجارة الداخليتان ويكتب الأمريكي اللاتيني إدوارد غاليانو بصورة لاذعة يقول ليس للبرازيل اتصالات أرضية دائمة مع ثلاث من جاراتها كولومبيا وبيرو وفينزويلا لا زالت كل دولة أمريكية لاتينية تتوحد مع مينائها وهكذا انكارا لجذورها وهويتها الحقيقية لدرجة أن كل التجارة بين الدول تقريبا تذهب عن طريق البحر فالنقل البري غير موجود تقريبا انتهى إن هناك نتيجة من نتائج نظام المزارع الضخمة الاستعماري يتجاهلها الناس عادة مع أنها ربما كانت أخطر نتائجه هي أن تضييق خبرة الزراعة إلى عمل المزارع خصوصا في محاصيل الأشجار قد قام عبر أجيال بتجريد شعوب كاملة من مهارات الزراعة الأساسية وبالإضافة إلى ذلك من الأصعب اليوم على الناس أن يعودوا إلى زراعة الغداء الذي يحتاجونه لأن الزراعة أصبحت مرتبطة في أذهانهم بالبؤس والإنحطاط ولقد كان نقل الناس من جنس وثقافة معينة إلى العمل في المزارع في بلد آخر استراتيجية أساسية للاستعمار في كل أجزاء العالم وأدى ذلك إلى تجميع أناس من خلفيات جنسية وثقافية مختلفة في ظروف شديدة القصوة وكانت العداوات والاختلافات العرقية بين العمال دائما لصالح المستعمرين للسيطرة على قوة العمل وليس من المستغرب أن هذا الاختلاط القصري للأجناس والثقافات قد خلف ميراثا من التواترات الإجتماعية يجعل التعاون والوحدة الاقتصاديين شبه مستحيلين ومن خلال هجرة البشر القصرية ومن خلال تحريد جنس على آخر من أجل الفتاة المتساقط على المائدة الاستعمارية خرب الاستعمار التطور القائم على التعاون المتبادل كذلك دمر الاستعمار البنية الأخلاقية للمجتمعات التقليدية فالمجتمعات التقليدية تبدو للكثيرين أوتوقراطية تماما إذ يكون فيها للزعيم أو أمير الحرب أو رئيس القرية سلطة غير محدودة إذ يكون فيها للزعيم أو أمير الحرب أو رئيس القرية سلطة غير محدودة لكن بينما كان الفلاحون مضطرين لخدمة حكامهم في معظم المجتمعات التقليدية كانت النخبة المميزة كذلك ملتزمة بحماية غالبية الفلاحين والعمل على رفاهيتهم وبسبب هذا المبدأ التبادلي كان لهذه المجتمعات درجة من الثقة والتعاطف في العلاقات الإنسانية وكانت هناك مشاركة في الأوقات الصعبة إلى درجة ما ففي فيتنام قبل قدوم الفرنسيين على سبيل المثال كان الحكام يسمحون باستخدام الأرض المشاع لضمان أن تنال كل عائلة حدا أدنى من الطعام على الأقل لكن الاستعمار دمر أساس هذا النظام الأخلاقي التقليدي فأولا فقد الحكام التقليديون الكثير من مكانتهم في أعين الفلاحين حين أثبتوا عجزهم عن حماية أراضيهم في مواجهة الغازي الاستعماري وبإدخال النظام إنتاج تجاري استبدلت بالالتزامات التقليدية روابط تقوم على النقود وتم الاستعاذة عن الاعتقاد بأن الحاكم والمحكوم مسؤولان الواحد عن الآخر بمفهوم أن إجمالي الناتج القومي المتزايد سوف يكفي الجميع والأكثر أهمية هو أنه بينما دمر الاستعمار الاحترام التقليدي لطبقة النخبة منح هذه الطبقة قوة حقيقية أكبر ففي بنغال القرن الثامن عشر بالهند على سبيل المثال حول البريطانيون مجموعات النخبة التقليدية التي كانت من قبل مسؤولة فقط عن الواجبات المالية والإدارية إلى ملاك للأراضي أصبحوا مسؤولين عن جمع العوائد من مستأجري أراضي التاج واستخدم هؤلاء الزامن دار كما كانوا يسمون سلطتهم لحيازة ممتلكات واسعة من الأراضي لأنفسهم وقبل أن يحكم البريطانيون الهند كانت دين شائعا لكن المقردين لم يكونوا أقوياء وكان من أسباب ذلك أن الأرض لم تكن مملوكة ملكية خاصة وبدون الملكية الخاصة كان من المستحيل فقدان الأرض من خلال الدين لكن فورا أقام البريطانيون الملكية الخاصة لتسهيل جمع الدرائب أصبح وضع صغار الملاك الذين كانوا يشكلون أغلبية الملاك مهددا إلى أبعد حد فسواء سقط المطر أم لم يسقط أو كان المحصول جيدا أو سيئا كان يجب دفع الضرائب نقدا ومع الملكية الخاصة أصبحت الأرض ضمانة للديون التي يمكن بها دفع ضرائب المرء في الأوقات السيئة وإذا استمرت الأوقات السيئة خسر الزراع أرضهم فالنظام القضائي الاستعماري يضع ثقله خلف حبس الرهون وحين حاولت السياسة الاستعمارية إيقاف نقل ملكية الأرض هذه إلى مقردي النقود غير الزراعيين تحول كثير من المقردين ببساطة إلى ملاك للأراضي كذلك قام كبار ملاك الأراضي بدور المقردين ولم يكونوا يأسفون لرؤية مدينيهم يخفقون في السداد لأن حبس الرهون كان يعني أن بإمكانهم زيادة ملكياتهم وهنا نجد بعض جذور طبقة الأجراء المعدمين الواسعة الانتشار في الهند وفي جاوى قبل مجيء الهولنديين كان للفلاحين قوة اقتصادية كبيرة لكن الهولنديين أدخلوا نظاما مماثلا لنظام البريطانيين في الحكم غير المباشر عن طريق النخبة الموجودة ولم يكن الفلاحون الذين يعجزون عن دفع ضرائبهم يجدون أمامهم سوى اللجوء إلى مقردي النقود الصينيين وحين يعجز الفلاحون عن رد ديونهم يصبحون فعليا مستأجرين لأراضيهم مجبرين على زراعة المحاصيل التي يختارها الدائنون بسعر أقل من سعر السوق الذي يحدده الدائنون وهكذا فإن الاستعمار في حاجته لاستخلاص الثروة من المستعمرة أدخل اقتصادا نقديا ووضع ثقاله خلف الميسورين فعلا وحفز تركيز ملكية الأرض في أيدي القلة وزاد من حرمان الكثيرين من الأرض إن هذه التركة هي التي تشكل عقابة ضخمة أمام التنمية الزراعية الحقيقية اليوم لكن الاستعمار فعل أكثر من مجرد تدعيم بروز طبقة على أخرى فقد ضاعف الاستعمار من التفاوتات الإقليبية إذ بينما ركزت السياسة الاستعمارية على التطور السريع لأكثر الأقاليم إمكانية للربح ظلت الأقاليم الأقل حظا في المؤخرة وأصبحت مناطق مدينية قليلة مراكز للسلطة الاستعمارية وهذه التفاوتات ما زالت تضني جهود التنمية لقد رأينا كيف خنق الاستعمار أو شوها الزراعة التقليدية لاستخلاص الثروة على شكل محاصيل نقدية ترفيهية وكيف استعبد الاستعمار السكان المنتجين زراعيا أو أجبرهم على الهجرة بحثا عن العمل المأجور لدفع الضرائب الاستعمارية وكيف وضع الاستعمار الأساس للنذاع العرقي والاجتماعي بإلقاء ثقافات متباينة في حلبة التنافس على البقاء وكيف ضاعف الاستعمار من التفاوتات في الريف منهيا ذلك الشعور بالأمان المرتبط بحيازة الأرض وهو الأمان الذي يسود الاعتراف الآن بأنه الشرط الضروري للتقدم الزراعي إن معرفتنا بالماضي أساسية لفهمنا للحاضر ويجب أن يكون تاريخ الفترة الاستعمارية معروفا لأي مننا وأن تكون محصلته متوقعة من أي مننا إنتاج متناقص للغداء واستيراد متزايد للغداء إفقار متزايد تعرض متزايد للخطر نتيجة التقلبات المستمرة في السوق الدولية ونمو غير المتساو داخليا لكنه لم يكن معروفا لهذه الدرجة ففي ستينات قرأنا بوصفنا طلابا أحدث المراجع حول التنمية الدولية وكانت تصف هذه الاقتصاديات بأنها ثنائية بمعنى أن قطاعا منها هو قطاع التصدير التجاري يملك الإمكانية على النمو الدينامي كجزء من اقتصاد دولي متسع بينما القطاع الآخر القطاع التقليدي يتمرغ في الماضي بصورة يائسة وطبقا لهذا التحليل كانت مهمة التنمية هي إعطاء قطاع الكفاف دفعة كبيرة إلى العالم الحديث إلى اقتصاد السوق الدولية لكن الثنائية تصف وضعا بينما تغفل عملية مستمرة إلا أننا لو وصفنا التخلف بأنه عملية مستمرة وفهمنا جذوره الاستعمارية لعرفنا أن القطاعين التقليدي والحديث لا يقفان جنبا إلى جنب بمجرد الصدفة فتاريخ التخلف هذا يبين أن تظهر القطاع المتأخر كان النتيجة المباشرة لتشكل القطاع الآخر القطاع التجاري المرتبط بالاقتصاد الدولي فما أن ينقضى الاستعمار على بلد ما حتى لا يتبقى شيء اسمه الثقافة التقليدية يستطيع المخططون الاقتصاديون أن يرتفعوا به إلى مستوى الحاضر